بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة كورنيليوس ألفان سميث الحاكم العام لكومنويلت جزر الباهامة بمناسبة ذكرى استقلال بلده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة وأخرى إلى معالي فليب إدوارد ديفيس رئيس وزراء كومنويلت جزر الباهامة